أهلا بكم حبيبي سنة خامسة ابتدائي رجعت لكم أنا مستر مسين مع جونت 3 لسن 4 درس زي ما قلنا درس الرابع عادة بيتكلم عن حاجة اسمه فخانكس تايم يعني وقت الصوتيات وقت الصوتيات عشان نعرف ننطق الكلمات والخروف صح وده مهم جدا بس قبل ما نبدأ ياريت لما اشترك شو قناة يشترك ويدوس على زر الجرس علشان يجيله اشعارات بالفيديوهات الجديدة أول بأول ويتابع معي السلسلة اللي احنا ماشي مفيه النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها نطق الماضي او التصريف الثاني بD او ED او ID كيف ننتق نهاية الفعل كنا خلنا بكده ان احنا ممكن الED تتنطق يا اما تا يا اما دال يا اما اد دول التلات حاجات اللي ممكن الED تتنطقهم يا اما اد يا اما دال يا اما تادي النهاردة هنتكلم عن اللي هي ايه اللي بتنطق فقط ليه بقى؟ لان التفعيل اللي بتنطق AD في الاخر على ختم بتكون منتيب صوت يا اما T يا اما D لما تفعلي بT او D بننطق ED في الاخر AD كلمة دارت دارت منتيب ايه في الاخر ت ت ت يبقى اما جاء احط المكانة بعدها الED يبقى دارتت 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 ماشي؟ دارتت معناها ايه؟ معناها ينفط الغبور يشيل او برد من على الحي معناها يحيي ماشي يحيي؟ لا يحيي واحد يقوله اهلا بيت يبقى يبقى برضو الED معناها ايه؟ يدعو يبقى يبقى معناها يزرع يبقى planted روزت مع ايه؟ يشوي يبقى روزتت روزتت نيد يحتاج يبقى نيدت ويت مع ما ينتظر يبقى ويتت ويتت كله متهم بـ T أو D وممكن T E زي invite بس ال E ما بتتنتهج يبقى تيبر ويد ويد ويدد دي معناها ايه؟ ينقي الحشاش لما يكون في حشاش في الأرض وانشيلها يبقى ويد ويدد ويد ويد ويدد معناها ايه؟ يرثم أو يلون أو يدن ثلاثة يبقى يجهز يعد يعني وان تو سريك أو يحسب حاجة كاونت كاونتت فولد يعني يطوي يعني يتنيها يعني يبقى فولدت وانت يعني يريد يبقى وانتت 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 دول بالنسبة للأفعال اللي فيهم تي أو دي يتنتقوم أد نقولهم فيهم مرة عشان اللي ما اسموهمش داست داستت greet greeted invite invited plant planted roast roasted need needed wait waited weed weeded paint painted count counted fold folded want wanted طيب فوضلت كان كلمة أربعة كلمات بس seed seed معنها إيه؟ معنها كبذر أوكي saw معنها لذلك جاردن معنها عديثة وانت معنها إيه؟ نملة seed saw garden ant تمام؟ هم قالوا بقى ناخد كام كلمة كده؟ إنه كام سؤالة نخبأ على أي حاجات الخطاء beans eggs home apples مقبأ طبعا كل دول حاجات يبتاكل معده كلمة هوم مقبأ نقول معه أي حاجات يبتاكل مثلا oranges مثلا 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 أي حاجة needed weighted plant roasted كلهم في الماضي معده كلمة هم يبقى خلاقي planted تمام؟ أمر ألي أحمد saturday كلمة saturday يعني السبت إنما تقول لها أسماء أملاد يبقى أشرف مثلا created home wasted invited كلهم أفعل في الماضي معده كلمة هوم يبقى ايه؟ needed مثلا clean weed paint launch كلهم أفعل في المضارع معده كلمة launch يبقى هنا ايه؟ want مثلا يعني يريد أوكي طيب اللي بعدها نرتب hang did close there up سؤال يبقى يبدأ الفعل نوسيا did البعضه فاعل هنا فيه نائس الفاعل did مثلا he he did he did he hang up their clothes يعني هل هو رأت على الملابس did he hang up the clothes البعضها planted and promise يبقى نقول الفاعل promise عمل ايه؟ زرع planted 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 seed يعني زرع في زرع أوكي اللي بعدها flowers did plant yesterday yesterday يبدأ الفاعل المساعد وهو tip بعدها فاعل وهي بعدها الفاعل وهو ثلاثة plant هل هو زرع زرع المفعول اللي هو flowers امت yesterday يعني هل هو زرع flowers امس بعدها launch set the table my sister for هتبدأ my my يبقى اسم يبقى my sister يعني اختي ده الفاعل كله على بعض فين الفاعل set يعني جهزت جهزت ايه؟ التربيزة the table يبقى my sister set the table يبقى التربيزة للأكل for lunch للغذاء يبقى my sister set the table for lunch اوكي؟ جميع نحب بقى كم جملة اشتيرين اللي تبتحبون بيقول my mother the table for dinner لسا ايدي حاجة زيحة my mother went hung did set the table التربيزة يبقى عم رأي هاجنز set اتنين بتكلموا مع بعض ايه يقول سؤال هودا كوك رانش هودا كوك رانش هودا كوك رانش الثاني يجاوب يقول yes she did يبقى احنا اصلا نسألين بيه؟ باللانومتوبية زي ما قلنا سألت ب did هجاوب ب did يبقى she did يبقى هنا نقوله did على طول اول ملايق يبقى did هودا كوك رانش هل هودا طبخة الغداء yes she did طب لو نائز لازم ايزي يبقى لها فعل فيها ملايجي تمام و لو قلت does ايجاوب ب does لو قلت دو ايجاوب ب do وبعد انه دو مرتفعش من اخل did you not صور كلمة صور الارضة العام فيها ايه؟ sleep ولا set ولا sweep ولا sent ايه الفعل المناسب ايه؟ sweep تمام she not the pets الحيوانات القليحة عاملت فيهم ايه؟ feed ولا feeds ولا feeling كلهم بمعنى يطعم لكن الفرق بين في الزمن هنا last night معناها الليلة الماضية ماضية يعني باد يبقى تزمن ماضي يبقى ما جيب اجيب الماضي من الافعال دي feed مضارع feeling مضارع مستمر ومحتاج verbal في الاول فاذ الماضي يبقى ايه؟ فاذ تمام؟ يبقى she fed the pets last night طبعا ده كان سهل خالص بس بيعرفنا زي امتا ان انت الاد في الآخر add لما يكون الفعل ينتهي ب t او d كده هبنا خلقنا درس بتاع اشتركوا اشتركوا في القناة ودوسوا على اكثر الجرس كما تكلمنا في اول حصة وانا اشتركوا اشتركوا في درس جديد مع مستر نسيم والانجلش سلام اشتركوا في القناة